موسيقى السلام عليكم كده يا ليلا بس الليكم تمنى شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم شاء الله سنحطر معكم كيفما تشوفوا صدرت ديال الدجاج طياب طنجية في المقلق المهم بقوم معي بشوفوا المقاطر وطريقة تحضر المهم هنا خطيت المقلة كيفما تشوفوا سنقوم بتصدر ديال الدجاج مقطع يكون بطبيعة الحال الدجاج يكون بعيد عندكم في اللمو جميد سوف يكون الكمية اللي بغيتونتوما وكلاء كاتجيخ في فضريفة ضغية كتوجد بسرعة ضغية كتوجد قدروا الدرال الغدال ليشا المهم غادي ندير شوية ديال كامون طبيعي لحال التنجية ضروري كتبغي الكامون غادي نضيف ليه هنا جوش درس ديال التومة كبار ندير شوية ديال السمن كيفما كتشوفوا غادي شوية سمن اللي عندكم سمن الحار وليسك السمن اللي مالح اللي عندكم سوف ينضيف هنا واحد شوية ديال الزيت البلدية فاطن جيا هادي ما كان ديروش لماء نيائي انتا اخترا ديال ما ما كان ديروش الدجاج بوحدوك يطلق لنا هادك لماء وصافي يعني بلا ما تحتاجوا تدير الماء وفي الاخير كيفما كتشوفوا غادي نضيف واحد شوية ديال زافران حر حكوها هكا بني ديكم غادي شوية نسمة ديالو وصافي وغادي نديروا العافية تكون متوسطة ما تكونش مجهيدة وما تكونش مهيلة حينت اصلا هو بيت في تلاجة وضغيا كيطيب صدر ديال جاج ومقطع طريفتها يعني في القياس ما غاديش ياخذ لنا الوقت في الطيار غادي نحركو حتى غادي ندامج لنا ديك المكونات مع بعضياتها وغادي كيفما كتشوفوا غادي نغطيو عليه وكيما كتلكم تكون العافية متوسطة وها طنجية ديالكم غادي توجد ان شاء الله بصورة عضغية كتوجد صافي كيفما كتشوفو هنا هاي طنجية بدات كتطيب وصافي دابا غادي نطفي على البوطة وغادي نقدموها بصحة ورحة ان شاء الله وها هي المقيلة ديالنا ديالطنجية كيفما كتشوفو طابت كتجمع الكوكت جزوينة وسهلة ضغية كتوجد المهم تمنى ان شاء الله تجربوها ومع فيديو جاي ان شاء الله مع وصفات جديدة ومع السلام